كمرة اللي فات ورحت لبلاد القبيل ورحت لبلاد القبيل شوف باش شوفوا تنصير ورحت الواحد المكان في واحد الجبل قعدت تزود سوعة باش وصلت الفوق قالوا لي محاضرة بعد الجمعة في مركز ثقافي القرية كلها مسلمين فيها نصراني واحد الغالي المحاضرة واحد فعال ونشيط الغالي المحاضرة واحد طيب الحمد لله الجماعة الحمد لله يمشون خدامين وكذا واش داروا لي جابوا لي كاميون ودرت محاضرة فوق في وسط القرية وكانت افضل من المركز ثقافي لكن شوف كيف واحد يلغيك محاضرة في دولة اسلامية في قرية كلها مسلمين طيب لما درت المحاضرة فوق لابان جاء واحد من هدوك الجمعة جمعة وحبي دير مناظرة قلت له طيب وداروا به الغاشي وكذا طيب هدرت له بالقبيل قلت له على بلك انت ما عندكش الحق باش تدخل تكون نصراني قال لي كيفا ما عنديش الحق باش نكون نصراني قلت له الانجيل يقول لك بل انت ما عندكش الحق باش تدخل في النصرانية قال لي واش جبت له النصوص فضل الانجيل متى الانجيل متى الاسحاح الخامس عشر من الفقرة ثلاثة وعشرين حتى تسعة وعشرين وهذه القصة موجودة كذلك في انجيل مرقص الاسحاح السابع من واحد وعشرين إلى سبعة وعشرين واش يقول جاء كان المسيح يمشي مع تلاميذته فجاءت امرأة في متى سورية في نيقية وفي انجيل مرقص كان عانية المهم ليست يهودية وليست من بني اسرائيل هذه كان عانية كما نقول فلسطينية ولا سورية فلسطينية المهم لم تكن يهودية ولا من بني اسرائيل لانها عالمت بان المسيح كان يشفي المرضى ويحيي الموتى باذن الله باذن الله المهم فبدأت تصرخ لانه كانت عندها بنتها مريضة مريضة خلتها في البيت وعلى بالها ابن المسيح كان يشفي فذهبت خلفه وتصيح يا يسوع يقول يسوع يعني العيسى يا يسوع بن داود يا يسوع بن داود يا يسوع بن داود ولم يلتفت اليها لما علم انها ليست من بني اسرائيل لم يلتفت اليها واستمرت في الصياح والصراخ حتى ازعجت الجامع فقال تلمذته اصرفها عنا فانها تصيح جدا اصرفها عنا شوفوا شي حبادي حوزها فالتفت اليها فقال لها ماذا تريدين يمرأة هذا الانجيل تحم موجود حتى الان اسحح 15 متر اسحح 7 مرقص قال لها ماذا تريدين يمرأة قالت له ابنتي مجنونة جدا كان عندها الجن اسكنها جن ولا مريضة فقالت له ابنتي مجنونة جدا تعرفون ماذا قال لها قال لها لم ارسل إلا لخراف بني اسرائيل الضالة أنا لم ارسل إلا لخراف بني اسرائيل الضالة هذا الدليل إذن أنه لم يرسل للعالم وإنما أرسل فقط لبني اسرائيل الضالة ثم ياليته سكت لكن زادوا نطقه المحرفون اللي حرفوا الاناجيل تعرفون ماذا قالوا على لسان المسيح تعرفون ماذا قال قال لها ليس حسناً أن يُعطى خبز البانين للكلاب ليس حسناً أن يُعطى خبز البانين للكلاب ce n'est pas bon de doner le pain des fils de l'État d'Israël pour les chiens لأن اليهود كانوا يعتبرون الأمميين الجنطاء الذهاب الأمميين كلهم كلاب بما فيهم نحن العرب والأمازيغ كلنا كلاب بالنسبة لليهود لأنهم الجنس المختار والشعب الله المختار وغيرهم كلهم كلاب وفي نص آخر لا تُعطوا دراركم للخنازير حتى يسمون خنازير فكيف تكون خنزيراً وكلباً ثم تدخل في هذا الدين وهذه في مناظرة مع بعض الأمريكيين قلت لهم كيف تريدون وجئتم من أمريكا قطعتم 2500 كيلومتر والبحر كذا وجئتوا بشتنصرون وتدعوننا إلى شخص يسمين كلاباً يسمين كلاباً يعني القضية سؤالي كانوا مجموعة قاعدين في المنصة منصرين ومنصرات قاعدين أمريكيين طبعاً العبد الضعيف يعني يعرفش كلمة بالإنجليزية قال قتلهم هل نحن كلاب هل نحن كلاب هل نحن كلاب وحدة ناضط أمريكية وسمها تيسيكا لا أبداً بالإنجليزية تقول لي يحبكم المسيح يحبكم المسيح يحبكم فقلت لها نعم إنه يحبوننا يحبنا يحبنا لكن هل يحبوننا كبشر أو ككلاب لأن هناك كثير من الناس يحبون الكلاب هل يحبوننا كبشر أم ككلاب فختمت المناظرة بأنني قلت لهم القضية إذن مفروق منها نحن كلاب لكن لماذا مفصلناش فيه من أي نوع هل نحن برجي ولا كانيش ولا وش من نوع خبرونا فتصور أيها الإخوة هذا هو كتابهم فهذا لكنا في هذه القرية تعبلاد القبائل لم يستطع أن يجيب قلت له إذن أنت تعتبر كلبا وتتبع هذا الدين قال لا لا أنا ما شيء كلبه بالقبائل يبدأ وكذا فمعد التفوا وقع أهل القرية وحطوا في وسط الجماعة وبدوا يصفقوا كيد دولاري وكذا رجعوه مثل البال أو أن في وسط القرية ومن بعد حشموا ورحوا الله رب يعني خلاص